ثلاث عجاف نرافقها الخوف والجوع والتشريد تلك هي سنين مدينة نينوى على الرغم من أعلان السلطات الحكومية في العراق سعادة السيطرة على المدينة من تنظيم داعش لكن الموصل الحدباء لتزال كيوم تدميرها تبدو وكأنها تلة ضخمة من الأنقاض كما وصفتها وكالة فرانس بخيس المشهد في الموصل بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق لا يزال كما هو حيث الخراب والدمار مع انتهاء المعركة واحتفاء أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها بما سموه بالتحرير وأشارت الهيئة إلى أن الممارسات الإرهابية في الموصل ما زالت تطال أبنائها من قتل وتخييب وتشريد وتهجير فيما لتزال المنازل والمساجد والمنشآت المهدمة لم يرفع ركامها ولم تستخرج جثث المدنيين من تحت الأنقاض مع هذا الوضع المأسوي للمدينة فإن الميليشيات تزيد في طين بيلا من خلال فرض الإتاوات على الشركات والتجار في الموصل وتبتز المستثمرين عبر انتزاع إتاوات بنسب تتراوح ما بين 6 إلى 10% بمكاتبها الاقتصادية التي تستغل اقتصاد المدينة بحسب النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نور العبدربو إعادة الإعمار التي تباطأت بشكل كبير كانت جراء عمليات الفساد على حد وصف وكالة فرانس بخيس التي قالت أن هذا الفساد هو أحد الأسباب الرئيسة لعدم وصول 30 مليار دولار تعهدت الجهات المانحة بتقديمها للعراق خلال مؤتمر الكويت عام 2018 المجلس النرويجي للاجئين كشف عن أن أكثر من 277.506 من أهالي الموصل لازالوا نازحين رغم مرور ثلاثة أعوام على استعادة المدينة الحكومة وميليشياتها التابعة لإيران تسعى إلى عدم فتح ملف النازحين من الموصل وغيرها لتحقيق أجندات ترمي للتغيير الديمغرافي مع ما يعانيه نحو 1.400.000 نازح في العراق من التشرد وصعوبة أوضاعهم الإنسانية بحسب المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للنازحين داخليا سيسيليا خام الناز دماري لا يزال سكان مدينة الموصل يشكون استمرار إهمال الجهات الحكومية لمناطقهم المدمرة وإهمال أوضاعهم المعيشية الصعبة فضلا عن عدم تعويضهم عن محل بهم وبمنازلهم من دمار أما من كانوا سببا في قتل نحو 40 ألفا من سكان الموصل بحسب صحيفة انديبندنت البريطانية وتدمير 90% من البنية التحتية للمدينة فضلا عن تشريد واعتقال مئات الآلاف فهم زالوا أحرارا يمارسون المزيد من الجرائم وأن محرري الموصل كانوا حوشا لأبطال وفق توصيف مجلة ديرشبيغل الألبانية ترجمة نانسي قنقر